لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ايضا دائما يتم استغلال مثل هذه الظروف الان ما حدث انه فيه احتجاجات من طرف مدنيين ان قاموا بغلق معبر القرقرات بسبب الاستمرار فتح ثغرة في منطقة القرقرات والمغرب قابل ذلك بعملية عسكرية اطلق فيها الرصاص والغريب انه بعض البيانات تتحدث عن عملية عسكرية سلمية لأول مرة اسمع بعملية عسكرية سلمية واضح ان المغرب يدفع الى الحرب المغرب يدفع الى الحرب ويدفع الى مثل هذه الانتهاكات لان المغرب الان مرور ثلاثين عام والبوليزاريو تضغط وكثير من الاطراء الاطراف يجب ان يغير المعادلة لانه يجب ان يحدث شيء في ذل هذه الفوضى التي تجداحه المنطقة يريد أنه لا يريد إشعال حرب كاملة ولكن يريد أن يجعل الوضع يتغير لأنه استقرار الوضع بصفة نهائية معناها أنه يمكن أن يكون هناك دفع إلى الاستفتاء استفتاء تقرير مصير والمغرب لا يريد هذا الاستفتاء لا يريد هذا الاستفتاء نذكر أن المغرب معروف بالتضليل حيث قام في 2016 أنه لما تحرك في قام بتلك العملية التي وثقتها الأمم المتحدة قال بأنه قام من أجل التهريب مكافحة التهريب أو محاربة التهريب ولكن في 2020 تبجح بتأمين عملية أو حركة التنقل التجارية والمدنية ولذلك وجد دعم من كثير من الدول هذه الدول دعمت لأنه قضية إعاقة حركة النقل مرفوضة دوليا ومجرمة دوليا والمغرب سوق لها على هذا الأساس مما جعل الكثير من الدول والدول الخارجية وغيرها أنها دعمت المغرب في إعادة فتح معبر القرقرات ولكن الحقيقة أن الأمر أبعد من ذلك حتى وإن كان العملية التي قاملها من أجل فتح هذا المعبر ولكن الأمر أبعد من ذلك المشكلة أعمق من ذلك من المفروض أن كل ما يحدث الآن هو يعود إلى الأصل المغرب والبوليزاريو اتفق على وقف إطلاق النار مقابل استفتاء تقرير المصير وقف إطلاق النار 30 عام والنار متوقفة وتقرير المصير ولا يوجد أي شيء على الأقل ما فيش حتى خطوات ولم تنتم خطوات إلى الأمان بلا أدنى شيء الجزائر تدعم البوليزاريو تدعمها بكل المال وإذا حدثت حرب الجزائر ستدعم البوليزاريو واضح وواضح ولكن المجتمع الدولي المواقف مما حدث هناك مواقف دول دعمت المغرب في هذه العملية ولم تعلن تأييدها للمغرب في قضية الصحراء الغربية لم تقل أن هذا الإجراء من أجل تأمين حركة نقل البضائع أيدوا فيها المغرب ولكن هذه الدول التي أيدت المغرب تقريبا كلها دول تؤيد مغربية الصحراء الغربية هذه واضحة هذه مواقفها مؤيدة هناك دول طالبت بضبط النفس ومنها الجزائر طالبت بضبط النفس وروسيا طالبت بضبط النفس ولكن لم أجد لهذه اللحظة أي دولة تؤيد ما تقوم به البوليزاريو بل أن إعلان البوليزاريو إنهاء التزامها بالاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار سيغير المعادلة كلها فهناك دول حتى الأمم المتحدة دعت إلى الحفاظ على هذا الاتفاق من الانهياغ ولكن أعتقد أن الحفاظ عليه لا يكون بمثل هذه العمليات العسكرية بل يكون بتنفيذه بطريقة واضحة على الواقع لأنه اتفاق يبقى قائما من دون أن يحقق أهدافه في النهاية سينهار آليا لا يوجد اتفاق وإنهاء حرب بين طرفين يبقى ثلاثين عام ولم يحقق أي خطوة في الأهداف التي وقع من أجلها البوليزاريو صبرت ثلاثين عام ثلاثة عقود تقريبا ولم يحدث أي تقدم في هذه الخطوة بل أن المغرب الآن بعدما كان ملتزم إلى حد ما في اتفاق اطلاق النار آروا بالمناطق العازلة كذا كذا الآن يقوم بعمليات تستهدف المناطق العازلة وبعد ذلك سيتطور الأمر ويصل ربما حتى إلى استهداف المناطق المحررة من أجل فقط خلط الأوراق وإبعاد قضية الاستفتاء المغرب لا يمكن أن يقبل باستفتاء إلا إذا فرض عليه من المجتمع الدولي وإذا فرض عليه بقوة السنة والصحراء الغربية لا يمكن أن تتحرر باستفتاء تقرير مصير لا يمكن أبدا إلا إذا كان هناك جدية من الأمم المتحدة وأعتقد أن هذه الجدية غير موجودة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله